عايزين نتكلم يا دكتور بقى عن المشروعات المهمة نبدأ بمشروع تشكة زي ما احنا عالفين ان المشروع ده بدأ في تسعميات وكان الحقيقة فيه بعض العقبات ولكن اعاد احياءه من جديد رئيس عبدالفتاح السيسي ما هو المنتظر من مشروع تشكة؟ والله مشروع تشكة ده يعني هو احد المشريع اللي تمت على أرض مصر فترة اخيرة مش في تشكة بس عندنا في اكثر من المنطقة ولكن لو بدنا بتشكة المشروع ده كانت بتقابله عقبات ومزر المية كتعمل أساسي عشان نوصل المية اللي من ساحة 550 الفتان كان فاهم مشكلة اللي مشكلة فيها حاجة اسمها الجدار الصخري اللي بيمنع حركة وصول المية لأرض اللي وبصينا الخريطة تشكة هي موزعة لأربع فروق فرقة واحد وفرقة اثنين وفرقة ثلاثة وفرقة اربعة مجموعة من الفروق ده كلها حوالي 550 أو 580 الفتان كان فيه فرقة اربعة ده 388 الفتان المية ما بتدارش توصله ليه؟ لان كان فيه حاجة اسمها الحاجر الجدار الصخري ده كان موجود وكان الحكومات المتعاقبة كانش فيه جرأة أو اتخاذ القرار اللي احنا نكسر الجدار الصخري ده في خمط الرئيس لما اخذ القرار لازم نكسر الجدار ده ونوصل المية طوله حوالي 9 كيلو متر الحمد لله تم تكسيره وعمل ترعة موجودة فيه طوله حوالي 28 كيلو متر ده الحمد لله بتوصل المية لفرقة اربعة اللي بيدوث 388 الفتان فاصبحت المساحة اللي موجودة حاليا المصلحة والجهزة للزراعة 550 الفتان ده معناه ان احنا قدرنا ان احنا نتغلب على جميع التحديات اللي كانت بتواجه مشروع تشكة في التسعينيات؟ الحمد لله دور لك مية في المية تخلبنا على التحديات اللي موجودة موجودة زراعة مية متوفر الكهرباء الحمد لله موجودة عندنا كمان محاطة بمبانة اللي هي التوليطة الكاتل الشمسية هتبت على الحمد الرئيسي بأصبع عند مصدر كهرباء دائم عند مصدر مية دائم عند تربة معمولة حصص نيفي عند محاصيل مناسبة للمنطقة هناك كل ده مناخ مناسب للسماء طب يعني عايزين بقى يعني نتعرف اكتر ايه هو المنتظر من المشروع ايه الزراعات الجديدة اللي احنا متوقعين انه يتم زراعتها بقى هو حاليا المشروع بيتم زراعته اكتر فيه حاليا متين اكثر من متين مئتين الفدان مزرعين الهدف من المشروع هو زراعة محصول استراتيجي اللي هي محصولة زراعة الأمح ومحصولة زراعة الصفراء الغرض منه اللي احنا نحصل على الانتاجية عالية بالنسبة للواحدة الفدان واستغلال الواحدة المية نقدر نسد الفجوة بالنسبة للأمح وبالنسبة لكمية المية المتاحة عندنا متوقع ان شاء الله تشكى نحصل على مليون ونص طن أمح مليون طن أمح وممكن نحصل كمان على مليون وثمان عشر طن الزراع صفراء المحصيل دي بسمها محصيل استراتيجية بتساهم في الكثير القومي وبتقلل فاترة الاسترات وبتزود انتاج المحصيل وبالتالي بسمح به ان عند الأسعار بالنسبة لنتاج اللحوم بالنسبة للصفراء بتقل انتاج الدواجن أسعارها بتقل عندي وفرة في محصول الأمح يبقى عندي وفرة في الخبز يبقى عندي وفرة في التخزين يبقى عندي وفرة يبقى عندي بقى ألف ستة الاسترات